موسيقى أعزائي طلب الطالبات ديبلوم المدارس السنوية الصناعية تخص الالكترونيات أهلنا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة النظم الالكترونيات كنا وقفنا في الحلقة السابقة آخر حياتكلمني عليها كانت أنواع جهز الإرسال الإزاعي اللي هي الـ AM والـ FM وقلنا حنكمل بقى نبتدي نيعقد كل جزء ونشرحه لوحده حنبتدي بالتعديل الـ AM الهدف أو الغرض من التعديل الاتساعي الـ AM إيه هو؟ الغرض من التعديل احنا قلناها قبل كده في الحلقة السابقة إن أنا بحط موجة الترد المخافض على موجة الترد العالي عشان تروح لمسافات بعيدة طيب بعد ما بعتها خلي بالك معايا موجة الترد المخافض دي وصلتها على جهزة الاستقبال من اللي وصلها دي موجة الترد العالي اللي هي كاية شايلها طيب الموجة الترد العالي دي هتوصل معايا هتكمل في بقية مراحل الجهزة الاستقبال؟ لا طبعا ما ينفعش لإن إحنا بنسمعش الترد العالي الترد العالي هتحس إن إنت بتسمع صفارة عالية فإذن لازم أخلص أو لازم أفصل موجة الترد المخافض اللي هي المحمولة عن موجة الترد العالي اللي هي الحاملة طب أنا أفصلهم إزاي؟ بفصلهم عن طريق دايرة في أجهزة الاستقبال اسمها دائرة الكشف دائرة الكشف الله دا كده بدأت نربط بقى في الإرسال دائرة التعديل بتحط موجة الترد المخافض على موجة الترد العالي طيب في الاستقبال بقى في دائرة الكشف بتفصل موجة الترد المخافض عن موجة الترد العالي وبعد كده باخد موجة الترد المخافض بتوصل بعد كده لبقية المراحل لحد ما تخرج على السماعة اللي هي بتعبرها عن الصورة لأن الصورة في الإرسال التلفزيون برضو اللي يبقى فاهمين إن الصورة بتعدل تعديل التساعي والصورة بيعدل تعديل التردد يبقى أنا عرفت دلوقتي إن الصورة عندي برضو فيه صورة في أجهزة الإرسال الإزاعية خلي بالك معايا بيبقى AM يعشان كده بنبص على المينة بتاعة الجهاز من بره بنلاقي مكتوب أرقام وآخر أول الأرقام كده اللي هي مكتوب AM وتحتها على طول فيه أرقام برضو صفة أرقام تاني مكتوب عليه FM قيم بتاعة التردد بالFM وقيم للتردد الAM لو جهاز لشغال AM وFM أما الجهاز لو شغال AM بس يبقى خلاص القيم اللي موجودة عندنا بتاعة الAM يبقى الصوت بيتعدل في الإجهزة التلفزيوني تعديل التردد أما في أجهزة الإرسال الإزاعية اللي هي شغالها AM يبقى الصوت بيتعدل AM تعالي نشوف فقا الغرض أو الهدف من تعديل إشارة أو تعديل الإشارة تعديل التساعد أنا عايز أوصل الإشارة بتاعة صوت هتمر في مراحل الإرسال كلها وتطلع على هواء الاستقبال بس تمر على مراحل الإرسال في مرحلة أساسية عند اللي هي التعديل تروح على هواء الإرسال أو قد إرسال يبعثها على أجهزة الاستقبال تستقبلها أجهزة الاستقبال ولا إدارة اسمها إدارة كشف تبتدي تفسل مجرح حملة عن المحمولة وترجع الإشارة تاني لأصلها زي ما كنت بعتها هتبعث صورة هتبعث صوت هتبعث أي حاجة يبقى ده الغرض من التعديل بس طبعا هنا هنحن نتكلم عن الإرسال إزاعي يبقى المعصود بإرسال الصوت تعالي نشوف الكلام ده الهدف أو الغرض من التعديل الاتساعي اللي هو الأمبراتيود ميديوريشن اللي هو الأي أم بص بقى خلي بلاك بقى معي أنا عندي دلوقتي إشارة عايز أبعثها بسميها الميديورياتينج سيجنال اللي أشرت المعلومات الميديورياتينج سيجنال مقصود بيها الإشارة المعدلة المعدلة اللي هتغير وهنا بأخذ الإشارة وروح مدخلة على وحدة اسمها وحدة التعديل الاتساعي أو دار التعديل ودي بتبقى أقول ديها في جزء الإرسال دائدة التعديل الاتساعي دي هي داخلين الإشارة اللي أنا عايز أبعثها اللي هي تعترض المنخفر اللي هي إشارة المعلومات وإشارة الموجة الحملة أهي اللي بنسميها الكارير ويف الموجة الحملة دي اللي هتشيل الإشارة دي هتخش بداية التعديل تطلع الإشارة معدلة A-M هذه ويف الإشارة المعدلة دي الإشارة المعدلة بس خلي بالك بقى أشوف الشكل عامل إزاي كأن موجة التردد المخافضة اللي هي الحامرة هي بقت فوق موجة التردد عالي اللي هي الخاضرة ومين اللي تغير معايا خلي بالك بقى الاتساع زاد بتاع الموجة الحاملة دي هنا الارتفاع كبير في النص في الموجب وهنا الارتفاع أولاية وده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل بس أنا بقولك عشان تبقى عارف شكل الإشارة خارك كده ليه خدت الإشارة بعد ده ما عملت لها عاملية الموديليشن وبعد كده يوديها لهواء الإرسال وبعد كده يبعتها للمين لجهاز الاستقبال دي الإشارة اللي باعتها عظيم بدخلها على كاشف التعديل الاتساعي بنسميه AMD Modulation شوف هنا AMD Modulation ده تعديل هنا AMD Modulation يعني عاملية الكاشف وأحيانا يكتب عليه Detector أو Detection كل ده صح يعمل ايه ال Detector أو Detection ده أو الكاشف التعديل الاتساعي يبتدي يفصل الموجة الحملة عن الموجة المحمولة خلاص الموجة الحملة دي وصلت للإشارة لحد الجهاز خلاص شكرا لك مش عايزينيك بقى تاني ورح واخد بعد كده في الخارج الإشارة بتاعة الموجة المحمولة بتاعة الترد المخافض اللي أنا كنت باعتها يبقى ده الهدف والغرض من الإرسال تعالوا نشوف الكلام ده بتم إزاي واحدة واحدة نشرحها وخطوة خطوة شرح الهدف أو الغرض من التعديل الاتساعي خلي باجبا معي هاخد الإشارة دلوقتي بتاعتي إشارة المعلومات اللي أنا عايزة بعتها بتاعة الترد المخافض هدخلها على دائرة التعديل في وعدة الإرسال وفي نفس الوقت حتخش معاها الكارير ويف أو الموجة الحاملة خلي بالك معايا كده أنا فهمت حاجة فهمت إيه فهمت إن دائرة التعديل لها دخلين وليها خارج واحد الإشارة المعدلة خلي بالك اهو عشان الكلام ده هنعمله عملي فهمت دلوقتي إن دائرة التعديل لها كام لها دخلين الإشارة اللي عايزة الإشارة اللي هي الصوتية اللي عايزة بعتها على موجة الترد مخافض والإشارة بتاعة الموجة الموجة المخافض المحمولة وإشارة الترد على اللي هي الموجة الحاملة وهذا الإشارة اللي خارجها هي يبقى أنا برضو تاني بفكرك إن دائرة التعديل لها دخلين وخارج واحد طيب خدت الإشارة هي اللي أنا عدلتها اللي هي الإشارة المعددة تعديل التساعدة خلتها على D-Moderation AM وبعد كده ابتدي بصل للموجة الحاملة عن المحمولة ويخرج لبس الموجة المحمولة اللي هي ذات التردد المنخفض ده كده أنا عرفت الهدف أو الغرض من عمية التعديل بالتفصيل وعرفت كمان الهدف والغرض من عمية الكشف نشوف كده دلوقتي التعديل الاتساعي AM خلي بالك بقى معاي اللي هو التعديل الاتساعي AM ليه تعريف ليه تعريف طبعا كله متوقع ان انا اقول التعديل الاتساعي AM هو كذا كذا لا مش هقول كده اما هنقول ايه لا محش نحفظ تعريفات احنا نشوف الشرح ومن خلال الشرح هنقول او نستخلص التعريف من غير حفظ حيبقى فهم مش حفظ احنا شوف اتراد اشارات اللي كانوا عندنا اشارة الدخل بتاعترد مخفض واشارة الدخل التانية بتاعترد الموجة الحاملة تعدد عالي ودخل اعادات التعديل طلعت اشارة بتزيد وتقلف الاتساع والترادة اللي بتاعها ثابت مش هقول تعريف دلوقتي انما تعالى بقى نشوف بالتفصيل بقى ايه اللي بيتم في التعديل عشان اقدر استخدص تعريف التعديل اللي هو الAM تعالى نشوف الكلام تعديلة الساع اللي هو الAM ادي وحدة التعديل الخاصة بالتعديل التساع زي ما قلت لك اهو بيبقى داخل لها موجة الترادد المخفض ودي الكارير ويف اللي هي موجة الترادد العالي ودي الخارج بتاع الاشارة المعدلة تعديل التساع شايف اشارة بتاعترد الموجة الحاملة هي ثابتة في الاتساع والترادد يعني طولها ثابت دي بتتغير مرة موجة ومرة سالب مرة جزء علو ومرة جزء سفلي بداش موجة وسالب اما الاشارة اللي خارجة هنا بص خلي بالاكم لما دالت التعديل حطت موجة الترادد المخفض على موجة الترادد العالي موجة الترادد العالي اللي هي الموجة الحاملة الطول بتاعها بقى يزيد ويقل في الجزء العلو اللي هو الموجة على الاتساع كبير جدا اهو وفي الجزء السالب تسع بيقل الله ده كده تغيير في الاتساع طب والزبزبات اللي في الثانية الواحدة الترادد ده سابت ولا مسابت سابت يبقى الاشارة اللي خارجة من هنا خلي ملك معاك ويس قوي الاشارة اللي خارجة قدام مني قدام مني بتتغير في مين في الاتساع اللي يمين بتتغير في الاتساع اللي هي الموجة الحاملة تابعاً لمين تابعاً للموجة المحمولة في الجزء العلوي اللي هو الموجة بالاتساع بيزيد والجزء بالاتساع بيقل وهكذا بس ترددها ايه سابت ده ما بوصف الشكل اللي قدام مني طب تعالي نشوف الكلام ده بيتم ازاي جزء جزء تعالي نشوف الكلام قادي الاشارة اللي انا عايز ابعتها وقادي الموجة الحملة الكارير ويف وقادي الموجة اللي خرجت من التعديل بص كده اهد دي سابت الكارير ويف سابتة في الاتساع وفي التردد عادي الزبزبات في الثانية الواحدة سابت وطولها سابت اما الموجة المحمولة اللي هاتع تردد مخفض لها جزء علوي لها جزء سفلي ما جاهزا هتقوله علي موجة ووسال طيب بص ايه اللي حيحصل لما دخلت الاتنين دور عادية التعديل الاشارة الخارجة المعددة طلقت ازاي بص الاتساع بتاع الموجة الحملة في تغير بص خلي باك معايا الجملة لها قولها في تغير في التساع الموجة الحملة اهو بتزيد وايه وتقل بتتغير بمزاجها لا حسب الموجة المحمولة بتاعت التردد المخفض ايه يبقى تغير في الموجة الحملة ذات التردد العالي هي طبعا للموجة المحمولة ذات التردد المخفض في الجزء العلوي زي ما احنا قول لتساع كبير جزء السفل الارتفاع قليل عند سبوت التردد عدد الزبزبات في الثانية الواحدة سابت ده انا بوصف برضو الشكل اللي قدام مني تعال نشوف الشكل ده جيبناه ازاي الشكل ده هو اللي هو بتاع الاشارة معجلة ده جيبناه ازاي خطوة خطوة كيف يتم التعديل الاتساعي الام بتاعنا نشوف فقا كده ازاي بنشوف التعديل الاتساعي ونشوف الاشارة بتاعتنا بتتغير ازاي وإيه اللي بيحصل فيها بص خليبك معايا فيه اشارتين عندهم نقفل قد السيجنال ويف اللي شان اللي عايز ابعت طبعا جزء علو جزء سفل زي ما قلت لك وهنا الكارير ويف سبتة في الاتساع والتردد قيمتها في الاتساع والتردد سابت الاتساع ها سابت وتردد ها سابت تعال شوف الام ويف الاشارة اللي تعدلت دي تعدلت ازاي زاي ما قلت لك في النص في العلوي هلاقي الاتساع بتاع الموجة دي كبير وفي النص السفلي قليل وفي النص العلوي اللي بعده عليك وهكذا تعال نشوف الكلام ده اهو بص الاتساع بزيد ازاي ده في الجزء مين العلوي وبعا كده في السفل يبتدي L وفي العلوي يبتدي يزيد مين اللي بيزيدو يقل اتساع الموجة الحاملة اللي ترددها عالي بمزاجه لا تابع مين تابع الموجة المحمولة اللي ترددها منخفض تعال نشوف بقى الكلام ده بيسم خطوة خطوة ازاي ونشوف كمان الغلاف اللي حيتشكل اللي هو بتاع الموجة المحمولة نفسها واللي هي موجة التردد المخفض ازاي بتحكم الطول بتاع موجة التردد العالي انها تخلي الطول كبير او تخليه صغية اهو بص ادي الغلافة شوف الجزء العلوي اللي حصل بص اهو تسع كبير جدا اهو طب في الجزء السفلي بقى بص الاشراء تبتدي تنزل اهو اللي حصل فيه بص ادي الجزء السفلي بص الى تسع ايه قل بس لاحظ اني التردد ثابت واكمل اهو يبقى ادي الاشراء اللي اتعندل احنا شفناها خارجة من مين من دائرة المعدل يبقى انا شفت الاشراء تمام كده عرفت ازاي اللي حصل على فكرة انا كده عرفت التعديل بس برضو مش هقولك هنخبيوني شوية لحد ما نشوف الاشراءتين او الاشراءتين اللي هم داخلين اللي هموجود التردد المخفض وموجود التردد العالي ونشوف شكلهم ومن خلال برضو الشكل هنعرف مين التعديل تعريف التعديل التساعي الام بص خلي بلاك معايا زي ما شوفنا ادي الاشراء التردد المخفض اشارة التردد العالي والاشراء اللي خارجة المعدلة اللي احنا شفناها اهو بص زي ما قلت لك كده اتساع الموجة الحاملة كبير في الموجة او الجزء العلوي وقليل في السالب بس التردد هنا ايه سابت عايزة في السانية سابت اذا لما اجا عرف التعديل بقى لاتساعي الام ركز بقى معايا مش انا قلت الاشارة خلال الجزء العلوي التساع بتعليموها الحاملة ذات التردد العالي خلال الجزء العلوي التساع بيزيد وجزء السفلي التساع بيقل وجزء العلوي بعده التساع بيزيد تعميم بتاع الموجة الحاملة ذات التردد العالي تبعا لمين للموجة المحمولة اللي هو العلوي السفلي بس التردد سابت من هنا اقدر اقول تعريف التعديل التردد اللي هو الام من خلال اللي انا شفته بقول هو التغير الحادث لمين لاتساع الموجة الحاملة ذات التردد العالي اللي قبله الله اقدر تبعا للموجة المحمولة اللي هو النصف العلوي السفلي تبعا للموجة المحمولة ذات التردد المخفض عند ثبوت مين التردد تردد مين تردد الموجة الحاملة تعا نشوف بقى التعريف ده نكتبه ازاي على الشاشة التعريف التردد اللي هو الام هو التغير الحادث في اتساع الموجة الحاملة اهو بتزيد وتقل ذات التردد العالي تبعا للموجة المحمولة اللي هي موجة تردد مخفض في الجزء العلوي للتساع زاد في الجزء السفلي للتساع قال تبعا للموجة المحمولة ذات التردد المخفض عند ثبوت مين التردد بتعمين بتاع الموجة الحاملة عائد الزبزبات الثانية الواحدة ثابت تعا بقى نشوف كيف يتم التعديل الاتساعي الام او طرق التعديل الاتساعي الام خلي ملك بقى معنا احنا عندنا طرق التعديل الاتساعي الام طريقتين والطريقتين انا داية التعديل نفسها باستخدم فيها ترانزوستر باستخدم فيها ترانزوستر الطرقتين دول يا اما باستخدم طبع احنا عارفين الترانزوستر ليه ثلاث اطراف الامتر والبيز وكليكتور لو انا استخدمت الطريقة الاولى اللي هي باستخدام خواص القاعدة يبقى الشغل كله هيبقى على قاعدة الترانزوستر اللي هي البيز لو انا دخلت اشارات على المجمع يبقى انا استخدمت خواص المجمع يبقى فيه عندي نوعين للتعديل الاتساعي ياما باستخدام خواص القاعدة ياما باستخدام خواص المجمع اللي هو خاصين بمين؟ بالترانزوستر اللي هيعمل عملية المديريش عن او التعديل احنا المقرعين واحدة بس اللي هي خواص القاعدة تعالى نشوف الاول الانواع بتاعة الدواير بتاعة التعديل الاتساع وبعد كده نبتدى نشرح تعديل القاعدة دي او استخدام القاعدة في التعديل الاتساعي اللي هو الام تعالى نشوف الكلام كيف يتم التعديل التساعي الام او طرق التعديل التساعي الام لانه ممكن للعنوان او السؤال يجي لك بطريقتين تتم عملية التعديل التساعي الام بعد الطرق اول حاجة طريقة التعديل التساعي في دائرة القاعدة اللي هي البيز بتاع الترانزيستر ودي بسميها خواص القاعدة طريقة التعديل التساعي في دائرة المجمع للترانزيستر وبسميها خواص المجمع تعالوا نشوف طريق التعديل الاتساع في دائرة القاعدة للترانزوستور اللي هي خواص القاعدة يعني هاشتغل شغل كله هينصب على مين على قاعدة الترانزوستور تعالوا نشوف الدايرة شرح عناصر دائرة تعديل الاتساع في دائرة القاعدة للترانزوستور اللي هي باستخدام خواص القاعدة تعالوا نشوف كده قد الدايرة اللي عندي وركز معايا وليه سميناها خواص قاعدة اول حاجة عندي فيه هو اللي هي عاملة أو التعديل طبعا الاشارة اللي خارجة من عقف اهو خارجة التسعة بتاعها بيزيد ويقل يعني التكبير بتاع الترانزستر بيزيد ويقل طب خلي باجبا معايا هنا فيه عندي محول وده اللي بيدخل اشارة التردد العالي عشان كده نلاقي إن القلب ده هنا هواء دي موجة التردد العالي اللي هي الموجة الحامل هنا فيه محول تاني تحت القلب بتاعه حديدي وده بيدخل الموجة الصوتية أو موجة التردد المخاف خلي باقي الإشارتين دول هم اللي هيروحوا على بين على قاة الترانزستر يعني من هنا هشك متبادل الكلام ده همق Sloatきた العامل هجيب الإشارة التردد العالي وهنا هجيب الإشارة التردد المخاف هنا القارق المقاومة والمكسب دول اللي هي R1 و C دول اللي بشغالين استقرار حراري للترانزستر استقرار حراري ونحياز مشعم هنا عندي فيه دائرة اسمها دائرة الخزن اللي هي خاصة الجزء الخاص بالحصول على الإشارة المعدلة ونقلها إلى الملف السنوي وبعد كده بتبقى على الخارج ودي البطارية اللي هي بتمدل دائرة كلها بالجهد الدي سي اللازم لتشغيل الدائرة تعالوا نشوف بقى طريقة عمل الدائرة ركز بقى معايا طريقة عمل دائرة تعديد السعي اللي هو الAM باستخدام خواص القاعدة بص بقى خليبات معايا الترانزستر هو اللي هيخش عليه الإشارتين هيخشه على مين؟ على القاعدة ركز بقى معايا قبل كده اتشرح لك دوائر التكبير اللي هي دوائر الامبلفاير والشكل اللي قدام مني كانوا ده التكبير بالزبط دوائر الامبلفاير او الترانزستر الامبلفاير يشتغل كمكبر كنا بنقول ايه في اشتريت العمل بتخلي بقى كواس او بتخش الإشارة على قاعدة الترانزستر فبتغير في انحياز مين؟ القاعدة بتغير في انحياز مين؟ القاعدة وتظهر مكبرة في المجمع خلاص الاشارة داخلت تردد عالي لوحدها هتغير انحياز القاعدة وتظهر مكبرة في المجمع برضو تردد عالي سبتة في الاتساع وطلقت مكبرة زي ما هي موجود تردد المخفض لوحدها دخلت غيرت انحياز القاعدة طلقت مكبرة على المجمع برضو طلقت مكبرة وهي موجود تردد المخفض انما هنا اللي داخل على قاعدة الترانزستر مش اشارة واحدة اشارتين يعني فيه تغيير في انحياز القاعدة عن طريق اشارتين مش اشارة واحدة اللي هي التردد العالي والتردد مخفض عشان كده خلي بالك بقى معايا بتخش موجود التردد العالي ده ليه جهده معايا وتغير في الهاز القاعد وتخش عليها موجود التردد المخفض هتبتدى تغير في انحياز القاعدة بتاع الترانزستر ولتيجة تغيير الجهد بتاع القاعدة او لهاز الترانزستر او لهاز قاعد الترانزستر نتيجة دخول موجود التردد المخفض على القاعدة هتطلع اشارة متغيرة او اشارة مكبرة متغيرة خلي بالك متغيرة في التكبير متغيرة في التكبير جزء لما يكون أنا دخلت موجود التردد العالي لما يخش الجزء العلوي بتاع موجود التردد المخفض ألاقي الخارج على المجمع كبير دخل الجزء السفلي بتاع موجود التردد المخفض مع موجود التردد العالي أبص ألاقي الخارج اللي على المجمع كل بل بخش على قعدة ألاقي الخارج اللي على المجمع جيه جزء موجب تاني زادت جيه ثاني بقل شف خلي بالك معايا هو الوصف بتاع الاشارة اللي خارجه من مين? من المعدل نفسه. او الاشارة المعدلة. بتاع نشوف الكلام ده بالتفصيل وخطوة خطوة. نشوف الكلام ده على الشاشة. هنا بدخل موجة الترادد العالي عن طريق تي واحد. والحس المتبادل بين الملف الابتدائي والملف السنة. وبتخش القاعدة الترانزوسط. وبعدين هتغير طبعا نحياز القاعدة. طبعا مين اللي هيجي بقى هنا موجة الترادد المخافض. عن طريق المحول والحس المتبادل بين الملف الابتدائي والملف السنوي بتدخش على قاعدة مين? الترانزوسطر. هنا بقى هيبتدي يحكم الترادد المخافض يحكم جهد انحياز القاعدة. خلال النصف العلوي الجهد ده يزيد هين? يبقى التكبير هنا يزيد. الجزء السفلي الجهاز ينائل التكبير هنا. وهكذا. بص. في الجزء العلوي ألاقي التكبير زي الجزء السفلي ألاقي التكبير قال. وهكذا. يبقى كده فعلا انا عدلت الاشارة. الاشارة الخارجة من المجمع نفسه مختلفة فيه التكبير نفسه. فبالتالي عملية المودريشن وطلعت الاشارة المعدلة ايه ام. تعال نشوف فقا. الجزء اللي خاص بكيفية الحصول على الموجة المعدلة التساعيا اللي هي الامبليتيود مودريشن عمليا. خلي ايه عمل في المعمل. فاكر لما احنا شرحنا خلي بالك. الغرض او الهدف من التعديل. وقلنا فيه تعديل دوار التعديل وفيه دوار كشف. دائرة التعديل كنت بحط موجة الترد المخافض على موجة الترد العالي. واشوفها الخارج مشارة معدلة. ودخلها بعد كده على اجهزة الاستقبال في دائرة الكاشف. يبتدي يفصل للموجة الحمل عن الموجة المحمولة. الكلام ده هنشوفه عملي. هنشوفه عملي. بس في البداية خالص. انا عشان اعمل الجزء ده انا محتاج ايه? دلاتة ما تجي تخش المعمل. قبل ما تخش المعمل. امسك التجربة اللي هتعملها. وعلى فكرة تجربة التعديل التساعي والتعديل التردود اللي عندنا في المنهج. ما اعمل النظر. فاللي هعمله دلوقتي هيفيدك فيه المنهج بتاع معمل النظر. قبل ما خش المعمل انا بحدد. انا داخل اعمل ايه? وبالتالي هعرف الاجهزة اللي انا محتاجها ايه? طيب دخلت انا عارف عايز اعمل التعديل وعايز اعمل الكشف. يبقى عايز دالة التعديل ودالة كشف. بس ازاي? طب ما هو التعديل ده عشان تعمله. الدالة عندي عشان تعمله هتعمله المين? هعمله لموجة الترد المخفض وموجة الترد العالي. الموجة الحاملة والمحمولة. هدخلهم عادات التعديل وبعد كده اشوف اشوف الموجة اللي خارجة من دالة التعديل. اشوف مين? عناية في المعمل هي مين? مش عناية دي. عناية في المعمل الاسليسكوب. عناية في المعمل الاسليسكوب. اللي هيوريني الاشارة اللي خارجة من التعديل. وفي نفس الوقت مش الاشارة خارجة من التعديل بس. ده هيوريني الاشارتين اللي داخلين اشوف هم الاول وبعد كده اشوف الاشارة اللي ايه? يعني اشوف موجة الترد المخفض. وهي داخل داية التعديل. واشوف موجة الترد العالي. وهي داخل داية التعديل. واشوف الاشارة اللي خارجة من داية التعديل. ده كلام كواز. في نفس الوقت هشوف الاشارة اللي دخل على دارة الكاشف. واشوف الاشارة اللي خارجة من دارة الكاشف. ولازم تكون هي الاشارات الاصلية اللي موجود التراضي المخافض اللي كانت دخله على دارة التعديل. ازا انا حدبت بحاجات اللي انا عايز ايه? هشوف يبقى لازم عندي جهاز اسريسكوب. دار التعديل يبقى انا محتاج دار التعديل. موالد تراضي المخافض وموالد تراضي العالي. هو الاسلاك بتاعت التوصيل. من خلال الكلام بتاعي ومن خلال من خلال ان انا باتكلم بقول احنا هنأمل ايه عرفت الحاجات اللي انا ايه محتاجة وده جزء ان شاء الله باذن الله اللي هو ازاي بنعمل عملية التعديل التساعة والكشف عمليا ده الجزء اللي احنا هنتكلم عليه ان شاء الله في الحلقة القادمة نشكر لكم حسن الاستماع والمشاهدة وإلى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله موسيقى